يعني أخذي مجدة هذه ميزة البرنامج الأسبوعي المواضيع دسمة بس ما شاء الله تبارك الله تسامة تظل حاضرة أجل فتا رحيمة لازم عشان كده مبتسم ترى لأنه عودة للذكريات الجميلة طبعا يالا تفدد طبعا فنانون ومشاهير كانوا لهم صولات وجولات في عالم الأغنية وكونوا جماهيرية كبيرة في الخليج كله الناس دائم تسأل عنهم وتقول وين راحوا أو وين أختفوا وإحنا بدورنا حاولنا نتواصل مع بعضهم ونرجع بالزمان معهم أول فنان معنا اليوم هو عيسى الناصر واللي يلقب جمهوره بفتا رحيمة كوّن قائدة جماهيرية كبيرة حتى الآن خلونا نتذكر واحدة من أغاني ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفنان عيسى الناصر أو فتا رحيمة في المدرسة وكانت تجينا الإبدادات من ناحية الألات الموسيقية من قبل الوزارة اختلاف الفن من ذيك الفترة إلى الفترة الحالية أن في ذيك الفترة ما كانت تخدمنا وسائل إعلامية لا إذاعة لا تلفزيون لا سوشال ميديا ولا صحافة ومع هذا بفضل هالكلام الحلو اللي كنا قدمه وتكاتفنا مع بعض الشعراء الحلوين قدرنا نوصل إلى قلوب الكثير أما الآن الوضع مختلف تماما من خلال أغنية وقد تكون تقطوقة لا كلمة ولا لحن وممكن يكون موضوع أي كلام ويوصل من خلال النجم للعالمية وصابت بعدي في الفترة الأخيرة عن الوسط بسبب ما أشوفه يعني من إحباطات في الوسط الفني مع الأسف لما فتحت عندنا المسارح وسمحت الدولة بتواجد الفنانين عن المسارح وبالقناء أحس أنه كأنه محجوبين أنا ومجموعة أو المجموعة كلها من الفنانين الشعبيين خاصة مبعدين عن المسارح ليش؟ لا تدري أتمنى يصل كلامي إلى المسؤول وينظر في هذا الموضوع وأنا كل ثقة من قبل المسؤولين والقائمين على هذا المجال بأنه يخدم جميع الشباب المتواجدين في المملكة العاوية السعودية تحياتي لكم فتا رحيو الفنان مزعل الفرخان واحد من أشهر الفنانين الشعبيين في السعودية وله جمهور كبير من كل مكان حتى أنه في فترة من الفترات انطلق للشهرة خليجيا وعربيا وحقت مبيعات ضخمة ونجاح كبير جدا خلونا نسمع واحدة من أعماله ونعود لكم موسيقى 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 الفنان مزع الفرحان تكلم معنا عن بداياته كيف كانت ووضح لنا أيضاً إيش الفرق بين زمان والآن نشوف الفيديو بداياتي كانت في الثمانينات تقريباً وكان تواجدنا كان زماني اختلف عن تواجدنا الحالي كنا فرقة نجلس مع بعض نعمل ناخد أراء بعض في التوزيع المزول الأغنية وبعد كده نقرر ونطرح السود إنما اللي نتكلم عنه وتكلمني عنه الآن يختلف عن زمان لأنه الآن نخشي الستوديو ونركب العول والفول اللقاعات والكرال وكله وبعدين يجي الفنان في الآخر يركب الصوت وبالنسبة لأدم تواجدي يعني عن ما كنت بأعمل زمان طبعاً بيكون صعب الفرقة إنه بصرف عليها فنان أربعين ألف خمسين ألف وما لها بردود ولا لها متعهد في السوق فأنا اضطريت أني أصرف على أغنيتين أسير الدرب وجيت الوادي موسيقى قاهرة صرفت عليها ونزلتها طبعاً للسوق على اليوتيوب على قناتي الخاصة قناة مزهي الفرحاء الخاصة والحمد لله لقد نور وقفقت وكله حب الرضا جمهوري بقيت الفنان ساعة الجمعة اشتهر وانتشرت أعماله بشكل كبير جداً في فترة من الفترات وكان من صباه وهو محب للفن وتعلم عزف العود والإيقاع وهو صغير في السن له كثير من الأغاني لين الآن الجمهور يتذكرها ويغنيها اخترنا لكم واحد من أغانيه الشهيرة عشان نسمعها سوا نتابع حكم علي زماني أحب والسروعاني واللي أحفى حبيبي حب غيري ونساني حكم علي زماني حكم علي يا زماني أحب وسوعاني واللي أحب حبيبي أتغيري ونساني أتغيري ونساني الفنان ساعة الجمعة وضح لنا بمقطع فيديو إذا هو موجود على الساحة الفنية حتى الآن أو لا خلونا نشوف الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الفنان ساعة الجمعة سبق ونطرح سؤال بأن ساعة متغيب عن الساحة لكن لا العكس أنا موجود في الساحة بس نطرح سنجل وبسبب شركات الإنتاج توقفت فإن شاء الله بحول الله سيطرح عمل جديد في الآونة أو الأيام القادمة إن شاء الله لنا أن يحوز على رضاكم وعلى مسامعكم وحبكم ساعة الجمعة شكرا هذه المرة مع فنان من الكويت بدأ حياته لاعب كرة يد ولكنه ترك الرياضة لحبه الشديد للفن الفنان خالد بن حسين واحد من الفنانين اللي كسروا الدنيا في بداياته وحقق انتشار كبير في الوسط الخليجي وقدم غاني نالت إعجاب الكثيرين خلونا نسمع واحدة من هذه الأغان نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفنان خالد بن حسين أرسل لنا مقطع فيديو وشاركنا قصة بدايته مع الفن وكمان وضح لنا ليش هو مختفي كل هذه المدة عن تقديم العمال نشوف الفيديو اللي أرسله الفنان مساء الخير معاكم خالد بن حسين طبعا كانت بداياتي بفرقة البدور كانت في 1986-87 قديم وستمرت معاهم لغاية 89 بلشت في سنجل بعدين الحمد لله مسك الطريجي لغاية 2006-2007 كانت الله متل حمد عمال الممتازة وبعدين ضقينا برايك ليش وقفت وليش الغيبة هذي وايد اسباب اسباب أنا كسلت منها ثاني شيء كان في بنى بيتي وكان بعدين مع الأولاد تربيتهم فترة لازم أكون أنا معاهم بعدين أنا بس خلاص زهكت يعني حتى ما بيأسمع لا صحفي ولا أي حي يدق عليه ولا تلفزيون فاستانست يا زت لي الشغلة هذي وكملت فيها شفت أنه بعدين الوضع لا يسألوني وينك يا خالد وينك يا خالد نبيك ترد ذكرياتك أغانيك احنا يعني مشبوكة معاننا فالحمد لله الحين راد وراح تشوفوني إن شاء الله أغاني وسناقل وحفلاتي بلشتها وإن شاء الله يا رب راجع لكم قريب وألف شكر لكم كل من تسأل عني خالد بن حسين سلام آخر فنان معنا اليوم الكبير محمد عمر اللي بدأ مشواره الفني من حفلات المدارس من مسقط رأسه ومدينته جازان اشتهر كثيرا في جازان وهو في سن صغير وقدم أعمال كثيرة جدا للوسط الفني خلونا نتذكر واحدة منها غض النظر يا عين والشاك والصح اللي أحب ذني لا بثي اختار غض النظر يا عين والشاك والصح اللي أحب ذني لا بثي اختار قل لي يحبني لابد يختار قل لي يحبني لابد يختار الفنان محمد عمر حدثنا عن بداياته في الفن وذكر لنا سبب انقطاعه عن الفن في فترة من الفترات وأوضح بعض الأسباب حول ابتعاده عن المناسبات الوطنية خلونا نشوف الفيديو بدايتي كانت فعلا مبكرة مع بعض الزمنة قدمت في هذه الفترة بدايتي بعض الأعمال الوطنية بعض الأعمال لها علاقة بالكورة غانية رياضية غانية عاطفية لكن الحقيقة الوطنية كانت في البوم عشق تحف العين وفي النظري العين في 1988 البوم ده فعلا كان له دور جميل جدا وانتشر وأعرف الكثير من الجمهور داخل موكرة العربية السعودية وفي الخليج وفي بعض الأعمال كانت تجيني بعض الاتصالات البوم ده كان من اللحان موسيقى طبعا بعد الفترة دي أنا انقطعت فعلا ولكن كان انقطاعي برغبة مني كان لي ظروف معي لكن بعدها يعني رجعنا وحاولنا نكون في الصورة لكن للأسف الشديد ان بعض الحفلات يمكن ركزت عليها بعض الشركات على أسماء معينة تخصهم وبدأوا الناس يتساءلوا لأنهم فعلا تغيبوا عن الحفلات تغيبوا عن الناس وكنت أسماء بعض الحمز واللمز انهم مش عادوا يشتوروا وكذا بش ما يعرفوا الحقيقة خلهم يقولون عن كل حال عموما الشرح يطول في هذا الموضوع لكن انا اشكر الان بي سي اعطتني الفرصة ان اظهر بعض الحقيقة وان شاء الله انه نعود في بعض مننا سباب داخل البلد داخل وطننا وبالذات الأغاني الوطنية الحفلات الوطنية اللي تخص هذا الولد الجنيل الحلو ربنا اجعله بلد آمن شكرا محمد عمر طبعا كل الشكر للفنانين اللي شاركوني بمقاطع الفيديو وثاني شيء شكرا لهم لفنهم لأنهم جزء من الثقافة السعودية والخليجية اللي رسخت فن جميل لهذا البلد وأعود لك يا علي بس قبل اسمع انت قلت لي في الفاصل انك كنت اسمع أغنية منهم حكم علي يا زمالي أحب وأعشق علي من وين طلع؟ استمعت 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 انت شمعت واحدة من الأغاني هذي قبل كنت يعني لحظة ما تحرجني على ولا أنت نطيت عند علي بستة حتى تتجنبني ولكن أنا مسرة اسمع حازمي يعطيك ألف عافية نحنا كمان بنشكرك سلمنا مقطوعك كما جاعتنا لأيام الزمن الجميل ولكن بدي اسألك إذا بتحب يعني أي أحد من الفنانين اللي استعرضتهم واللي بالفعل واجهو لنا رسيرنا هذي انه يرجع على الساحة الفنية وكنت عن جد أنت يعني تتمتع بفنه مين بيكون؟ للأمانة أنا أعود للجميع طبعا ولكن مزع الفرحان أعترف أعترف لا أستاذ محمد عمر يحتاج فعلا أن يكون سمعنا شيء منه لا ما ينفعنا كل ما أقول لك شيء ترأيك ثلاثة السابيع كل ما أقول لك شيء تقول مو بالحيء لا أبدا أنا ما أشارك رأيي هنا هنا إحنا نطرح أرأينا ما قلت لك رأيك ورأيهم؟ اسمع دقيقة دقيقة نطلب رأيك أنا نقول لك غني لا رأيي ولا صوتي صوتي وحكم عليها قبل الحلقة كنت عام تليل وكنت عام تطق أصبع إنه هلأ إيه هذا قبل الحلقة الآن لما شفت الفنانين الكتاب هذه لازم أخجل من نفسك هيا أنا أحازمه أوريك